نقطة تانية بتكون مهمة جداً وبجد بتصنع الفرق في كرة القدم هي الحوافز والدوافع يعني يخد بالك أنه منتخبات مثلاً تعالوا نشوف منتخبات زي الجزائر وزي غانا منتخبين عندهم تاريخ كبير جداً عندهم سكواد محترم وبالذات الجزائر حقيقة يمكن يكون واحد من أفضل الأجيال اللي مسلت الكرة الجزائرية وخارج يمكن كمان من بطولة كاس العرب في حالة النشوة حالة الصقة أنه منتخب صاحب شخصية البطل عنده لعيبة مصنفة على أنها الأفضل في مراكزها وبتلعب مع فرق كبيرة جداً وبالتالي منتخب دايماً مرشح للتتويج منتخب بالتأكيد برضو مرشح من البدايات خلص الحقيقة حتى بصرف النظر عن مردود مشاركته في بطولة أمم أفريقيا أو مستوياته اللي قدمها أنه يكون من المنتخبات الخامسة الدوافع مختلفة تماماً مشاركته في بطولة أمم أفريقيا عن مشاركته في كاس العالم ومنتخب غانا ينطبق عليه نفس الأمور غانا اللي خرجت من الدور الأول والجزائر اللي خرجوا من الدور الأول ما تتوقعوش أن هم هيكونوا يعني منافسين سهلين سواء بالنسبة نيجيريا اللي هتلعب مع غانا أو الكاميرا اللي هتلعب مع الجزائر بالعكس الدوافع والحوافز اللي كنت بقول حضرتكم عليها هنا في الأول هتفرق بشكل كبير جداً في مستويات المنتخبات دي الحوافز والدوافع دي بالنسبة لنا إحنا ممكن تكون عامل فرق جداً مع منتخب مصر في مواجهاته الصعبة سواء في مشوار أمم إفريقيا أو سواء في مواجهتنا مع السنغال وإذا كان حتى فنياً ممكن تقيس على أنه منتخب السنغال أو نسخة السنغال عشرين اتنين وعشرين نسخة قوية جداً ونسخة مرشحة لها ممكن بالورقة والألم بحسابات الورقة والألم أفضلية عن المنتخب المصري فأنا شايف أنه الحوافز والدوافع عند المنتخب المصري الناحية المعنوية والنفسية إذا ما أجد إذا ما أجد ميستر كارلوس كيروش خد المفتاح بتاع تركيبة اللعب المصري وأجد شحن بطارياته المعنوية والنفسية أنا شايف أن المنتخب المصري بقى رياحية كبيرة جداً وبسهولة كبيرة جداً يقدر يتخطى المنتخب السنغال عملناها مع الأكبر منه عملناها مع البرازيل وعملناها مع إيطاليا آما كسبناش البرازيل لكن لما تشوف منتخب مصر في البلعب لما تشوف الثقة ثقة اللعيبة في نفسها وثقة الجهاز الفني في لعبته ما هو ده بيترجم في طريقة اللعب وفي الأريحية وفي الأدوار اللي بيديها صعب جداً وانت نزل النهاردة يعني النهاردة انت لو بتوجه منتخب البرازيل مستر كارلوس كيروش هيلعب غالياً بطريقة 9-1 أنا بقول مثلاً يعني ليس سخرية أبداً من الرجل حقيقة ولا فكره لكن يعني في ظني المقدمات اللي ادهاننا في مطشرة قبل كده تقولي انه هيلعب مباراة دفاعية من الترازل الأول لكن وانت بتلعب مع البرازيل قبل كده لعبت جيم مفتوح وهجمت البرازيل والناس قالت عليك انت البرازيل أكتر من البرازيل نفسها إيطاليا لعبت مباراة دفاعية من الدرجة الأولى لكن حققت الهدف وقدرت انك انت تكسب منتخب هو الأول دفاعياً أو في التكتيكات الدفاعية على مستوى العالم وبالتالي هو ده اللي أنا بقوله ثقتك في لعبتك بتترجم في اختياراتك وبتترجم في طريقة اللعبة اللي انت نازل تلعب بيها لو مستر كارلوس كيروش في اللي جاي قدر يقرأ المفاتيح أعتقد تفرق معنا كتير قوي في مواجهة السنغان